اشتركوا في القناة ما هو هيحسب الدرجة هتحسب بناء على الثلاث سنين او بناء على سنة تانية وتالتة لان اولح زي ما قلنا دي تجربية فالطلاب اللي طالعين سنة تانية المفروض ان كان هيتطبق عليهم تانية وتالتة يشوفوا درجات تانية وتالتة يبعدي كده تراكمية لا قال ان مش هينفع يتطبق النظام التراكمي لحد الوقت الكلام ده لازم يعدلوا الاول القانون في مجلس النواب وبعد كده يبتدوا يطبقوا النظام قال عبد الرحمن البرعي عدو لجنة التعليم ان تطبيق نظام السنوية العامة الجديد لا يمكن اقراره على طلاب الصف الثاني السنوي يبقى مش هينفع يطبقوا على اللي طالعين تانية سنوي للعام الدراسي المقبل لعدم تعديل القانون رقم 20 لسنة 2012 الخاص بنظام السنوية العامة واوضح البرعي ان القانون لم يرسل للجنة حتى الان من وزارة التربية والتعليم مشيلا الى ان تعديل القانون يتطلب حوارا مجتمعيا موسعا لازم الاول يكون في حوار مجتمعي موسع يعني لازم ياخدوا استطلاع رأيي لأولياء الامور واستطلاع رأيي للطلاب يشوفوا هالنظام الجديد ده مريح بالنسبة لهم وهالنظام الجديد فعلا احدى الثورة في التعليم زي ما بيقولوا هلا هو نظام فاشل فالاول لازم يكون في حوار مجتمعي بعد كده ثانيا لازم يعدلوا القانون وبعد كده يطبقوا النظام لمناقشة ما احدى يبقى الاستطلاع ده هيكون لمناقشة ما حدث بالتجربة التي طبقت على طلاب الصف الاول السنوي من تطبيق نظام الاسئلة الجديد والامتحانات الالكترونية ودمج التكنولوجيا في التعليم التجربة رغم مميزاتها كان لها عيوب كتير زي ما احنا عارفين وعشار الى ان تطبيق نظام السنوية العامة الجديد مرتبط باقرار تعديلات قانون السنوية العامة داخل مجلس النوات يبقى لازم الاول يعدله قانون داخل مجلس وبعدين يطبقوا النظام المر اكدته اكدته النئبة مجدا ناصر عدو لجنة التعليم بالبرلمان قالت لمصراوي ان قانون السنوية العامة لابد ان النص الحالي وكان يقول ان قومي موحد يعقد في الصف الثالث الثانوي يبقى هنا تحتسب الدرجات بناءة على الثالث الثانوي ده القانون اللي موجود لو تعدل القانون يبدو يطبقوا نظام الجديد لكن ما ينفعش نظام الجديد يطبق اللي هو التراكمي إلا إذا عدله القانون والقانون لحد الوقت لم يعد وأضاف أن ذلك النص يجب استبداله بنص آخر يوضح أن النظام أصبح تراكميا وأن الطلاب يلتحكم بالجماعات بناء على متوسط درجات الصفين الثاني والثالث الثالث الثاني نظام التراكمي يبقى ثانية أو ثالث لو عدلوا القانون ولحد اللحظة اللي احنا فيها ديت نظام السنوية العامة القديم هو القائم لحد الوقت طالما لم يتغير القانون شاركونا بقراءكم وعرفونا هل انتم لو عملوا استطلاع رأيي وعملوا احوار مجتمعي هل انتم موافقين على النظام التراكمي الجديد ولا نخلينا على النظام القديم اللي هو سنة ثالثة سنة وبس هي التي تحتسب درجاتها كسنوية عامة